حدث كبير كتعرفوا العاصمة الإسماعيلية والارتائنا دائما أننا نكون حاضرين في كل عام المعارض الدولي للفلاحة من دينة مكنات واللي كيعرف كضيف شرف سويسرا باش نقربكم أكثر من تفاصيل هذا المعارض والأروقة خليوكم معنا في الرواق الدولي المشاهدين كانت واجدوا به ودائما في الضيف شرف لي هو زاسويد اليوم سننشي ونشوفوا الرواق الليلة بوكنتار ليلا أهلا ومرحبا بي أهلا ومرحبا بكم ومرحبا بيكونا في الستانت ديانا أعرفوا الإليفون فير وش عندكم شي إليفون هنا يا أخضر مخبينوكي في بلاحة الإليفون فير دجا علش لي الموند الإليفون فير بسبب الإليفون فير لسن للفلاحة إذن الإليفون فير بدأت في 2012 في المغرب والهدف دياله هو تطوير الزراع البيولوجيا في المغرب وفي أفريقيا نحن هذا العام تنتواجدو ضمن هذا الرواق لأن الإليفون فير نرمالما هي شركة سويسرية الانتنة تكنولوجي المتواجدة في جنيف في الأول الانتنة تكنولوجي كان عند الهدف داله هو تطوير الفلاحة وليت كنت خلافو فغوتي الفقر في الدول الإفريقية أبقى من بعد داوج سقروا في المغرب قبل لفلكواليسالي لك أننا كنت تتكلموا على النباتات وقلت لي بأن النباتة كاتستريسي يعني في حلب نادم سبحان الله وكنت أكتمكن من الخلوة ما تفعلون ان تكون معلمamos أشياء السرسة يوصولون حرارة أيضاً كما تقدم درجة الحرارة المرتفعة يعني ازال نصمر كما نحصلون في المشيطات حيوية جميعها تكون عنه نظر المسترسي بيوتك لأباس ديزاسي داميني خاصة بالمان لغليسين بيتاين دائما المشاهدين مواصل الجولة دينا في المعارض دولي الفلاحة وبالضبط الرواق الدولي لقدم ضيف شرف هذا الموسم اللي هو سويسرا معي مقاول مغربي عيش في السويس غادين شوفوه اليوم اشنو جايدير في هذا المعارض دولي هذا سينودين اهلا ومرحبا سلام عليكم اهلا وسهلا ماذا تعلمت من السويس في نوردين؟ عطينا امتي لشنو ما الحواج اللي بغيت تضيفها في هذا الميزان هذا المغاربة هنا في هذا المعارض هذا ماذا تعلمت من السويس وهي التكنولوجيا التكنيك دي لترانسفورماشن التكنيك دي ترانسفورماشن بدي موين التكنيك احنا في المغرب او مانك بكو كنا بزاف معدناش التكنيات نسعمل التكنيات كنحاولو دابا نجيبنا التكنيات مثلا نعطيكم مثلا في الفلاحة في الفلاحة مثلا في البطاتيس احنا كدربوا مثلا بزاف فلاحة كدربوا بالعطلاء نحن 실패 اللي بانتلي خاصة تقدم بالفلاحة في بخوش نضربوا البطاطيس او أي خقر كما كانت بالعطلاء نحن ماشين خاصة بها نحن تشاهدات كما نقول l'évolution إذن مشاهدينا كانت هذه يوميتنا الأولى من المعرض الدولي للفلاحة وليخصصناها لضيف شرف سويسرا على أمل لقاء بكم في حلقة أخرى جديدة ويومية أخرى جديدة دائما على ORIZON TV تبقوا على خير اشتركوا في القناة